بعد أن كان قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى حديثا في فرنسا أصبح ومنذ بداية العام الحالي قرارا ساريا فلا يسمح بوجود أئمة منتدبين بتمويل من دول أجنبية أي دولهم الأم في غالب الأمر والمعروفين بالأئمة المعارين كان رئيس الجمهورية طبعا إمانويل ماكرون قد أكد مرارا وتكرارا منذ فبراير العام 2020 عزمه التصدي لما وصفه بالنزعة الانفصالية الإسلامية عبر سلسلة من الإجراءات ضد ما سمعه بالتأثيرات الأجنبية على الإسلام في فرنسا بدءا من أئمة الأجانب وصولا إلى تمويل المساجد في الثمانينيات وقعت فرنسا البلد الذي يعد الإسلام فيه الديانة الثانية اتفاقيات ثنائية تسمح لثلاث دول بإرسال أئمة لمدة أربع سنوات هذه الدول هي تركيا والجزائر والمغرب لينقلب الحال خلال السنوات الماضية وتتصاعد الأصوات المنتقدة لاستقدام الأئمة من الخارج وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وجه أواخر العام الماضي رسالة إلى الدول المعنية يذكر فيها أن فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة منتدبين على ترابها اعتبارا من الأول من يناير وقال بموجب قرار رئيس الجمهورية تنتهي الاستعانة بالأئمة المعنيين من الدول الأجنبية والمعروفين بالأئمة المعارين في الأول من يناير كانون الثاني 2024 يعد تدريب الأئمة في فرنسا إحدى أولويات منتدى الإسلام في فرنسا لضمان حرية ممارسة مواطنين المسلمين للدين مع احترام مبادئنا الجمهورية إذن مشاهدنا بدأ تطبيق القرار بعد جدل رافقه منذ لحظات ولادته الأولى ليستمر استجال اليوم حول إمكانات تدريب الأئمة ومن هي الجهة المخولة للقيام بذلك ومن الممول تقول عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولي إنه يجب على المسلمين أن ينظموا أنفسهم للحصول على دورة دراسية وشهادة ومدرسين مثل المدرسة الدينية أو المدرسة الحاخامية وتضيف إننا نجد أنفسنا أمام الموضوع الكلاسيكي المتمثل في تمويل الدين الإسلامي في فرنسا كيف ندفع تكاليف التدريب؟ فالمبادرة السياسية شجاعة لكن حل المشكلة يمثل تحديا يعتمد فقط على المسلمين أنفسهم طبعا التفاعل على موضوع الأئمة كبير في فرنسا وهذه عين من التعليقات أرنو يقول انتهاء خدمة الأئمة المنتدبين والذي سيتم تطبيقه يثير مسألة التدريب الأئمة في فرنسا حاليا في حال وجود عرض ما فإن تطوره وجاذبيته يعيقهما غياب مكانة واضحة للإمام أما أليكسندر فلديه رأي يقول مهاجمة القوى الأجنبية الراعية للإسلاميين وحتى وضع حد الأئمة الأجانب الذين تدفع لهم الجزائر والمغرب وتركيا أمر ممتاز لكن دعونا لا ننسى أبدا أن المعركة ضد الانفصالية يجب أن تشن داخليا أيضا في مواجهة المحارضين الإسلاميين من الجنسية الفرنسية والجمعيات ومجموعات الضغط التي تخدع المواطنين الفرنسيين على أرض الديمقراطيات والتي يصعب إدارتها كثيرا أما أخيرا ميشيل يقول نهاية الأئمة المعارين لا تفعل الكثير لتغيير المشكلة والسيطرة على الخطابات والتوجهات السياسية والاجتماعية تبقى في أيدي من يدفع وفرنسا لن تستفيد بالضرورة من ذلك شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر